إن الحمد لله نحمده ونستعن به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم خلق فسوى قدر فهدى أخرج المرعى سبحانه سبحانه منزه عن النقائس كلها متصف بكل كمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سل الواحة الخضراء والماء جارياء وهذه الصحار والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصداح والطير شاديا سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهُ أَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهُ لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيما وقائدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على ضربه تكون لكم الدنيا والآخرة فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين يا مصطفى ولأنت ساكن موجتي روحي في ذاك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو غيرت كلماته شلت يد الجاني وشاء المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنفني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد لا مني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمدي لي فيك يا أرض الحجاز حبيب لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللكلوب طبيب في الأرض أحمد في السماء محمد عند الإله مقرم محبوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آهل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين إخوتي وحبتي في الله أصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله بها في كتاب فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إخوتي وحبتي في الله ما زلنا بحول الله وكوتي مع هذه السلسلة الطيبة المباركة جدد إيمانك وحديثي اليوم مع حضراتكم عن العبادة المفقودة الحديث عن العبادة المفقودة هذه العبادة التي افتقدناها في زماننا أيها الأحباب الكرام ونسأل الله عز وجل أن يعيدها مرة ثانية إلى أمتنا أيها الأحباب الكرام فبها ترقى وترتفع وتنتصر بفضل الله عز وجل أيها الأحباب الكرام العبادة المفقودة هذه العبادة هي عنوان الإيمان فهي ما يميز الإيمان يميز بها هذه العبادة أيها الأحباب الكرام وهي التي تباعد بينك وبين معصية الله سبحانه وتعالى وهي التي تجعلك رقيق القلب عيناك تبكي من خشية الله سبحانه وتعالى هذه العبادة المفقودة أيها الأحباب الكرام نحن في أشد الإحتياج إليها وما هي العبادة المفقودة؟ إنها مراقبة الله عز وجل المراقبة أيها الأحباب الكرام ومعنى المراقبة حتى لا أطيل على حضراتكم سأركز في محاضرة هذه محاضرتكم حول عناصر ثلاث أولا ما معنى المراقبة أيها الأحباب الكرام سبل المراقبة بعد ذلك ثمرات المراقبة أيها الأحباب الكرام أولا ما هي المراقبة أيها الأحباب الكرام المراقبة ملخصها ما بمعنى أن الله يراك كلما ذهبت إلى أي مكان الله يراك فإن لم تكن تراه فهو يراك سبحانه وتعالى حينما سأل جبرير الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك نعم أيها الأحباب الكرام هذه العبادة المفقودة مراقبة الله سبب الغش الذي انتشر في هذه الأمة أيها الأحباب الكرام سببه والعياذ بالله عدم مراقبة الله عز وجل تشتري سلعة من السلعات تشتري أي شيء من عند البقاري أو من عند امرأة تجلس في الشوارع إلى غير ذلك وتذهب وأنت مطمئن على أنك اشتريت شيئا جيدا وإذا بعدما أكلت هذا الشيء فجأة وجدت مرضا شديدا قد أصابك هذا بسبب الغش والعياذ بالله لماذا غش هذا التاجر في تجارتي لأنه لا يراكب الله سبحانه وتعالى والمراقبة أيها الأحباب الكرام كان العلماء يغرسونها في قلوب تلميزهم من الصغر لأنها أساس الإيمان أيها الأحباب الكرام هذه هي المراقبة أن الله يراني أن الله مطلع علي أن الله ناظري لذلك قال عبد الله بن المبارك لرجل قال له راقب الله قال وما معناها قال اعلم علم اليقين أن الله يراك سبحانه وتعالى هذه هي المراقبة أيها الأحباب الكرام وتعالوا لنضرب الأمثال عن المراقبة لله سبحانه وتعالى المثل الأول لا يذكر المراقبة لا تذكر المراقبة أيها الأحباب الكرام إلا وذكر معها الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام يوسف عنوان المراقبة أيها الأحباب الكرام ففي قصته دروس وعزة وعبر منها مراقبة الله سبحانه وتعالى نادت عليه امرأة العزيز وهو شاب في ريعان شبابه نادت عليه وقالت تعالى معي يا يوسف ودخل معها ودخلت باب ثم أغلقته من الداخل أحكمت غلق الباب حتى لا يتثنى لمن يأتي من الخارج يفتح الباب لا يستطيع مخلوق أن يفتح بابا من هذه الأبواب التي ستغلقها أيها الأحباب الكرام ثم أدخلته من بعدها باب وأغلقته من الداخل ثم أدخلته من بعدها باب وأغلقته من الداخل أيها الأحباب الكرام ثم أدخلته باب وأغلقته من الداخل إلى أن وصلت إلى حجرة نومها وقالت ليوسف عليه السلام هيت لك وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أي تزينت لك وتجملت لك أنت بين يدي الآن يا يوسف هيت لك صرخ يوسف عليه السلام الذي جعل له رقيب وهو الله سبحانه وتعالى هي ليست عندها مراقبة لله سبحانه وتعالى هي كانت تعبد الأصنام من دون الله فإيمانها إيمان ليس بإيمان يوسف عليه السلام انظر إلى المراقبة وعدم المراقبة يوسف عليه السلام عنده مراقبة لله الذي خلقه وسواه سبحانه وتعالى وهي تعبد أصناما من دون الله فلا قيمة لها ولا وزن لها عندها لذلك قالت له هيت لك فصرخ يوسف وقال معاذ الله ثم أخذ يجري إلى الباب لكي يفتح الباب ويخرج وتعلقت بثيابه من الخلف أيها الأحباب الكرام وهنا المعجزة من معجزات الله يوسف قال معاذ الله أي رقيب الله أخاف من الله مستحيل أن أعصي لها سبحانه وتعالى وهي تتمرغ تحت قدمي يوسف تريد الشهوة وهو يرى هذا المنظر وهو يقول معاذ الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب امرأة جميلة فائقة الجمال ذات منصب وجمال دعته إلى ما حرم الله ويأبى يوسف عليه السلام ويقول معاذ الله معاذ الله أن أعصي ربي سبحانه وتعالى انظر إلى المراقبة معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي انظر إلى يوسف حتى الرجل الذي رباه في بيتها هذا الرجل العزيز مصر أيها الأحباب الكرام لم ينس فضله عليه لم ينس إحسانه إليه لم ينس فضله عليه قال معاذ الله هذا خص بالله عز وجل مراقبة الله إنه ربي أحسن مثواي أي زوج العزيز أيها الأحباب الكرام هذا الرجل الذي رباني وأحسن تربتي معاذ الله أن أخون بيته هكذا كان يوسف عليه السلام ثم أنتقل بحضراتكم لرجل آخر أيها الأحباب الكرام لأضرب لكم أروع الأمثال في مراقبة الله سبحانه وتعالى عبد الله بن حزيفة ابن حزافة رضي الله عنه أرضى الله رضي الله عنه أرضى عبد الله بن حزافة هذا كان في جيشي الذي أرسله عمر إلى بلاد الروم لملاقات الروم ووقع في الأسر أيها الأحباب الكرام ووجد ملك الروم صلابة من المسلمين وقوة لم يلاحظها أحد هؤلاء القلة صمدت أمام كثرة معهم معدات عسكرية من أحدث الأسلحة ومع ذلك هؤلاء المسلمين يعني وقفوا موقف الأبطال والشجاع ولم يفروا من المعركة وثبتوا في المعركة وتعجب ملك الروم من هذا الأمر أيها الأحباب قال أتوني بأسير من أسرى المسلمين فأتوا بعبد الله بن حزافة رضي الله عنه أرضى هذا الشاب التقي النقي الصالح الصادق مع الله عز وجل أتوا به فتحدث معه فوجد فيه لباقة ووجد فيه لسانه يعني قوة الحجة فأعجب به فقال له هذا الملك الروم قال له تنصر وأطلق صراحك فقال معاذ الله مستحيل أنظر إلى مراقبة الله عز وجل مستحيل أن أترك دين الله سبحانه وتعالى قال له إذن تنصر وأعطيك نصف ما أملك قال معاذ الله مستحيل أن أعصي ربي سبحانه وتعالى وأن أترك دين الإسلام قال تنصر وأطلق صراحك وأعطيك كل ما أملكه قال والله لن أترك دين الله سبحانه وتعالى فرفض عبد الله بن حزافة رضي الله عنه أرضى رفض أن يترك دين الإسلام وهنا أيها الأحباب الكرام تأتي ساعة المراقبة التي أتحدث عنها وهنا قال له تنصر وأعطيك نصف ملكي الملك وأشركك في الحكم معي قال والله لن أتنصر أبدا قال تنصر وأشركك في الحكم وأجعلك حاكما علي فقال والله لن أتنصر أبدا وسأظل على دين الله سبحانه وتعالى وهنا أيها الأحباب الكرام يقول له إذن لن تتنصر قال لن أتنصر أبدا فأمر به في عودته إلى السجن ثم أمر الملك بأن يأتوا بأجمل جميلات البلاد جميلة الجميلات فأتوا بها قال أدخلوها على عبد الله بن حزافة فأدخلوا عليه انظر إلى المراقبة فأدخلوها عليه فتجردت من ثيابها تماما وقالت له هيت لك وهو يسخ ويقول معاذ الله السجن أحب إليه أحب إليه مما تدعونني إليه وإذا به يرضى بالسجن دون أن يعصي لها سبحانه وتعالى تحاول أن تلامسه تحاول أن تلاطفه وهو ثابت ثبوت الراء الجبال الراسيات أيها الأحباب الكرام وهنا يأست منه فطرقت الباب على الحارس ليفتح لها ففتحوا لها الباب قالت أدخلتموني على رجل أم على حجر إنه كحجر لا يتحرك إنه لم ينظر إلي نظرة واحدة حتى لا يعرف هل أنا أنثى أم أنا ذكر وهكذا أيها الأحباب الكرام هذه هي مراقبة الله سبحانه وتعالى تصوروا شاب صغير بعيد عن أهلي منذ شهرين ومع ذلك أيها الأحباب الكرام لم يقع في الفاحشة لأن عنده حاجة جهاز اسمه المراقبة أن الله يراني أن الله ناظري أن الله مطلع علي أيها الأحباب وانتقل بحضراتكم إلى عمر بن الخطاب يسير ليتفقد الرعية وإذا به يصل إلى راع للغنم وإذا به يسأل هذا الراع ويقول له يريد أن يختبره هل يراع لها في الحاجة التي هو يعني رقيب عليها أم هو خائن للأمانة أيها الأحباب الكرام فقال لراع الغنم عمر بن الخطاب وما يدر الراع بأن هذا هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فقال لراع الغنم سيدنا عمر بيختبره وبيمتحنه بيختبره وبيمتحنه فقال له بيع لي شاه إيه رايك تبيع لي خروف فقال له أنا لا أملكها إنما أنا عبد أرعاها فقط فقال إذا سألك سيدك عنها قل قد أكلها الذئب لو سيدك سألك عن الغنم قل له الذئب كلها فرفض هذا العبد أيها الأحباب الكرام وقال لعمر بن الخطاب إذا قلت لسيد اليوم أن الذئب قد أكلها فماذا أقول ربي يوم القيامة انظر إلى المراعاة انظر إلى المراعاة مراقبة الله عز وجل ماذا أقول ربي يوم القيامة أيها الأحباب الكرام هذا هو عمر بن الخطاب وهذا هو راعي الغنم فذهب عمر بن الخطاب إلى صاحب الغنم واشترى منه الغنم واشترى منه العبد وعد مسرعا إلى هذا العبد وقال أعتقتك لوجه الله عز وجل لماذا أعتقتك قال لأنك كلت كلمة سببا في عدقك إنك أنت تراكب الله وأنك تخاف من الله عز وجل ماذا أقول ربي إن سألني عنها يوم القيامة وهنا قال وتلك الغنم ملكا لك فخذها لقد قلت كلمة أعتقتك في الدنيا وأسأل الله أن يعتقق بها من النار يوم القيامة نعم وما زلنا مع عمر بن الخطاب لنضرب أروع الأمثال في مراقبة الله عز وجل ما أحوجنا أن نربي أبناءنا على مراقبة الله من الصغر هكذا كان العلماء يربون يعني التلاميذ على مراقبة الله عز وجل فهذا الجنيد رحمه الله أراد أن يختبر تلاميذه الذين عنده هل عندهم مراقبة لله أم لا فأتى بأربعة فرخات لأربع تلاميذ وأربع سككين أيها الأحباب الكرام وأعطى كل فتى منهم يعني فرخة وأعطاه زكينا ثم قال لهم أريد منكم كل واحد منكم أن يذبح الفرخة دون أن يره أحد وإذا بكل تلميذ يأخذ الفرخة ومن ذهب إلى الصحراء حتى لا يراه أحد ومن اختبى في غرفة النوم حتى لا يراه أحد ومن نزل تحت السرير حتى لا يراه أحد فذبحوا جميعا إلا واحد فلما عادوا إلى الجنيد قال هل ذبحتم الفرخة قالوا نعم هل رأاكم أحد قالوا لا إلا واحد قال أنا لم أذبحها كلما ذهبت إلى أي مكان لكي أذبحها كأني أرى الله سبحانه وتعالى مطلع عليه فالله يراني سبحانه وتعالى قال أنت الوحيد الذي نجحت وفست هذه هي التربية كان يربون الأولاد من الصغر على مراقبة الله عز وجل وما زلنا مع عمر بن الخطابي رضي الله عنه وأرضاه عمر أيها الأحباب كان يتفقد الرعي ليلا والبرد قاسي وقارس فلجأ إلى بيت من بيوت المسلمين أيها الأحباب الكرام ليختبئ من البرد تحته وإذا بيسمح حوار ضار بين أم وأبنتها تكل أم لابنتها كومي وامزج اللبن بالماء أم خلط اللبن بالمية كومي ثمزج اللبن بالماء فقالت يا أمي إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد نهانا أن نمزج اللبن بالماء قالت وأين هو الآن إنه نائم لا يرانا ولا يسمعنا كومي فانزج اللبن بالماء فقالت يا أمي إن كان عمر بن الخطاب لا يرانا فرب عمر بن الخطاب يرانا سبحانه وتعالى هذه هي المراقبة وإذا بعمر حينما سمع البنت وعندها مراقبة لله عز وجل وخشي وخوف من الله سبحانه وتعالى ذهب إلى أبنائه وجمعهم وقال من منكم اليوم بلا زواج من منكم لم يتزوج فقال عاصم أنا يا أبي فقال تعالى فزوجه من بنت بيعة اللبن أيها الأحباب الكرام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يزوج ابنه من بنت بيعة لبن لأنها عندها مراقبة لله سبحانه وتعالى وإذا به يتزوجها فينجب منها بنت اسمها ليلة وليلة تتزوج عبد العزيز بن مروان فأنجب لنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس أيها الأحباب الكرام إنها ذرية بعضها من بعض صادقة مع الله عز وجل وعندها مراقبة لله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام سبل المراقبة لله عز وجل ما الطريق الذي يؤدي إلى مراقبة الله كيف تكون عند مراقبة لله سبحانه وتعالى هناك عوامل إن فعلتها غرس الله في قلبك المراقبة لله سبحانه وتعالى وهذه العوامل نحن في أشد الاحتياج إليها ما هي العوامل التي تتولد بها المراقبة لله سبحانه وتعالى تتولد المراقبة أولا معرفة الله عز وجل إذن تتولد المراقبة لله عز وجل بمعرفتك لله سبحانه وتعالى معرفة الله عز وجل فكثير من الناس لا يعرف ربه ولا يعرف من هو الله سبحانه وتعالى وخصوصا يجب أن نعلم أيها الأحباب الكرام أسماء الله الحسنى فأسماءه الحسنى إذا كانت معنا تولد داخلنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتولد داخلنا مراقبة الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام معرفة الله وأسمائه سبحانه وتعالى بها تتولد الخشية ولذلك لابد أن تعلم بأسماء الله سبحانه وتعالى مثل اسم الرقيب قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اسم الله الرقيب الرقيب على عملك إنه يركبك سبحانه وتعالى في كل أعمالك وفي كل أفعالك وفي كل أكوالك سبحانه وتعالى كذلك اسم الله السميع فهو يسمعك سبحانه وتعالى اسم الله الرقيب السميع الخبير سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام ثانيا من العوامل التي تتولد بها مراقبة الله سبحانه وتعالى العلم العلم بنطق الجوارح يوم القيامة سبحانه وتعالى العلم بشهادة الجوارح عليك يوم القيامة العلم بشهادة الجوارح عليك يوم القيامة أعضاؤك هذه كلها ستشهد عليك يوم القيامة فلا تغتصب بها ولا تزني بها ولا تسرق بها ولا تغدع أحدا بها ولا تغامر بها فيما حرم الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام العلم بذلك يغرس بداخلك مراقبة الله سبحانه وتعالى اليوم نختم قال تعالى اليوم نختم على أفواههم لسانك هيخرسه الله سبحانه وتعالى يتكلم اليوم نختم على أفواههم يبقى ختم على اللسان اللسان مش هيتكلم أمال مين اللي هيتكلم بها؟ الأعضاء اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسدون يبقى الإيد هتتكلم الرجلين هتتكلم الرجلة تقول أنا رحت للحرام والإيد تقول أنا سرقت من الحرام وتقول اليد وأنا أطعمت فمه من الحرام العين تتحدث وتقول لقد نظرت إلى فلان يوم كذا ويوم كذا كذلك الأذن تتحدث سمعت ما حرم الله في يوم كذا وفي ساعة كذا هكذا كل أعضائك ستتكلم يوم القيامة وستشهد عليك بما فعلت من المعاصي كذلك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هكذا ثانيا أيها الأحباب الكرام ثالثا شهادة الأرض عليك الأرض ستتكلم يوم القيامة بما فعلته عليها أيها الأخ الحبيب ستتحدث يوم القيامة بما عصيت ربك عليها يقول تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أوحى لها بالكلام سبحانه تعالى قال الرسول في تفسير هذه الآية أوحى لها أن تتكلم بكل معصية فعلها العبد عليها هكذا ستتحدث الأرض يوم القيامة بعد ذلك من عوامل المراقبة التي تغرز بداخلك المراقبة لله سبحانه وتعالى ألا وهي كثرة العبادة كثرة العبادات أيها الأحباب وخصوصا ذكر الله سبحانه وتعالى كلما ذكرت الله خشع قلبك لله فإذا جاءتك المعصية حينها سيقف هناك حائل بينك وبين معصية الله سبحانه وتعالى هذا الحائل أيها الأحباب الكرام هو المراقبة لله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يرزقنا مراقبة الله أما الثمار أيها الأحباب الكرام أول ثمر من ثمرات المراقبة الإيمان المراقبة الله تغرز في داخلك وفي قلبك الإيمان بالله البعد عن المعصية واكتفي بهذا القدر أيها الأحباب الكرام إني داع فأمن خلفي بكلوب خاشعة اللهم اخفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم توفنا وأن تراضي عننا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في غزة اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في غزة اللهم انتقم لدماء الأطفال التي سالت في غزة اللهم انتقم لدماء الأطفال التي سالت في غزة اللهم انتقم لدماء الأطفال التي سالت في غزة اللهم انتقم لدماء النساء التي سالت في غزة اللهم داوي مرضاه اللهم اشفي مرضاه اللهم ثبت أقدام المجاهدين اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم انصرهم على عدوك وعدونا يا رب العالمين بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم لا ترفع للصهين راية في غزة واهزنهم بكل آية من آيات كتابك يا رب العالمين ووفق المجاهدين إلى قتلهم جميعا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته